في 21 سبتمبر 2014 اجتاحت ميليشيا الحوثي والمخلوع العاصمة صنعاء وأسقطت الدولة تاريخ اكتسحت فيه الميليشيا البلاد وطال دمارها كل أرجائها والآن وبعد مرور أربعة أعوام تعيش اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم نتيجة للانقلاب والحرب التي تلت بحسب تقديرات الأمم المتحدة أكثر من أربعة عشر ألف قتيل من المدنيين فقط بحسب إحصاءات أعلنها وزير حقوق الإنسان فضلا عن إصابة ما يزيد عن واحد وثلاثين ألف آخرين جراء انتهاكات ميليشيا الحوثي منذ الانقلاب تفاقمت داعيات الأزمة الإنسانية منذ ذلك الحين فخلال العام الأخير فقط انضم أكثر من مليون شخص إلى أولئك الذين يعانون من الجوع الشديد لتصل أعداد الذين لا يستطيعون البقاء على قيد الحياة بدون مساعدات أكثر من ثمانية مليون شخص في بلد بات أكثر من ستين في المائة من سكانه يعيشون تحت خط الفقر رحلة الشتات والبحث عن مأوى آمن أجبر عليها اليمنيون الفرون من بطش الميليشيا حيث بلغ عدد النازحين داخليا نحو مليون شخص بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مشيرة إلى أن أعدادهم في ازدياد نتيجة استمرار القتال وجميعهم مروا بمخاطر جسيمة أثناء نزوحهم في سبيل الوصول لمخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة أربعة أعوام مضت خبر فيها اليمنيون من جمال البلاد إلى جنوبها المعاناة بأبشع صورها من قتل وجوع إلى مرض ونزوح وكل هذا على مرأة ومسمع من العالم الذي لم يمنح اليمنيين سوى بيانات التنديد والقلق ووهب مشعل الحرب غض الطرف حتى أجل لا يراد له أن يسمى